اشتركوا في القناة مشاهدين لا كارم كان حاطب بن ابي بلتع ابن عمر بن عمير بن سلم اللخمية صاحبي بدرية دخل في الاسلام وهاجر مع المسلمين الى يترب برفقة سعد بن خولي مولى حاطب ونزل عند المنذر بن محمد بن عقبة وقد اخل النبي بينه وبين رحيل بن خالد فقد شارك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته التي غزاها فقد شهد غزوة بذر وصلح الحديبية وفتح مكة كما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في عام ستة للهجرة برسالة الى المقوقس عظيم مصر يدعو فيها الى الاسلام فبعث معه المقوقس ماريا واختها ثيرين كهدية الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولحاطب رواية للحديث النبوي وقد رواها عنه ابناه عبد الرحمن بن حاطب ويحيى بن حاطب صفات حاطب وسيرته قبل الاسلام مشاهدين لا كارم اتصف حاطب بانه رجل حسن الجسم وخفيف اللحية ويميل الى القصر واجنب به حدب وغليض الاصابع وقد كان حاطب في الجهلية حليفا لبني اسد ابن عبد العزة كما قيل انه كان مولى لعبيد بن حميد بن زهير بن الحارثة قصة حاطب بن بلتعا في فتح مكة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير فقال انطلقا حتى تدركا امرأة معها كتاب فاتيان به فلقياها وطلب الكتاب واخبراها انهما غير منصرفين حتى ينزعا كل ثوب عليها قالت ألستما مسلمين قال بلى ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان معك كتابا فحلته من راسها قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا حتى قرئ عليه الكتاب فاعترف فقال ما حملك قال كان بمكة قرابتي وولدي وكنت غريبا فيكم معشر قريش وقال عمر اذا لي يا رسول الله في قتلي قال لا انه شهد بدرا وانك لا تدري لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني غافر لكم وقد انزل الله في هذه الحادثة الاية التالية قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتذاء مرضاتي تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه القصة مما اتفق اهل العلم على صحته وهي متواترة عندهم معروفة عند علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء المغازي والسيار والتواريخ وعلماء الفقه وغيرهما عندما ارسل حاطب الى قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ولم يكن يقصد خيانة المسلمين وانما كان يخشى على اهله الذين كانوا يعيشون في مكة كما انه لم يكن له قرابة يحمونهم كغيره من المسلمين المهاجرين فاراد ان يقدم للمشركين خدمة ليضمنوا له حماية اهله ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عفى عنه لانه ممن شهدوا غزوة بدر وفاة حاطب بن ابي بلتع توفي حاطب في عام ثلاثين هجرية في المدينة المنورة وكان عمره عندما توفي خمس وستون سنة وقد صلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد ترك لبنيه عند وفاته اربعة الاف درهما ودينارا ودارا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة